اشتركوا في القناة يعني العمل وتقديم المال لي و للأولاد أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك و رضي الله عنك و أصرح الله لك النية و الذرية و أصرح الله لك زوجك و أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا أختي الفاضلة من حيث الشرع يعني الجانب الشرعي نعم يجب على الزوج أن ينفق على زوجته و أن ينفق على أولاده و أن ينفق على بيته هذا أمر من الله عز و جل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله و بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أمواله هذا الأمر الأول أمر الثاني الانفاق على الأسرة ما يتم بالجلوس في البيت لأن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة و إنما بالعمل و الاكتساب و الاحتراف و لذلك يخرج و إلى السوق و يعمل حتى يكتسب مسألة أخرى اعتماد الزوج على يعني البيت و السيارة هذا ما تنتج له مال هذا بيت يحتاج صيانة يحتاج مصاريف السيارة كذلك و لذلك زوجك إذا كان ما يعاني مشكلة لا صحية و لا بدنية و لا شيء من هذا القبيل يجب عليه وجوبا أن يخرج إلى السوق للعمل و أن يكتسب إذا كان عنده مشاكل صحية و بدنية عنده يعيش في منطقة يعني مثلا يخشى على نفسه إن خرج للعمل هذه أعذار هذه أعذار طارئة ما تستمر على طول العمر و الزمان و لذلك يجب على الزوج أن ينفق على زوجته و على أولاده و قضية التهديد ببيع البيت يعني هل الإنسان يقول و الله إما أن تتركوني و إلا أخرب بيتي بيع البيت تخريب هذا لأن المال هذا سيصرف الآن لو باع البيت و بقي لا يشتغل هذا المال يفنى يفنى و لذلك يجب عليه و يجب أن يعلم بأن أي ليرة يدخلها على البيت له صدقة له صدقة يكتسب و يأكل هو له صدقة و يطعم زوجته له صدقة و يطعم أولاده له صدقة فيحتسب الأجر في هذا بارك الله فيك و رضي الله عنك